وش هو السوشال انجينيرينغ وما هي أنواعها وكيف تحمي نفسك منهم ومين هم أصلا سكامرز وش الأسالي بيستخدمونه عشان يضحكوا له عن الناس وكيف تسوي صبحة وهمية بدون استخدام أي لغة برمجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ياسر فيديو جديد أتمنى قبل نبدأ الفيديو أنك تعطيني اللايك وتشترك في القناة إذا لم أنت مشترك رح تسعدني حبيبي وشرفني وجودك وأي أرى في الكومنت حياك الله اليوم رح نتكلم عن سوشال انجينيرينغ بس بقولكم حاجة بسيطة تخبرون الفيديو السابق يما قلت لكم رح نتكلم في سوشال انجينيرينغ متعلق بالجميع المعلومات نعم هنا رح يكون الربط بين جميع المعلومات مع سوشال انجينيرينغ طبعا الفيديو طبعا جميع المعلومات شي جدا كبير والأساليب رح يستخدمها منها شهدان ورح يتعمق في الموضوع رح يكون فيديو خاص لها هو الفيديو الج invisible شي جامع جدا طيب بكل اختصار بدون تعريف وقروشة وواطيك تعريف وخمسة سطور لا حبيبي كل بساطة احتال عليك اسرقك اسرق فلوسك اسرق الكردت كارد لحقك حساباتك مهما كان الغرض والاشياء اللي بيهمنا طيب يوم قلت ياسر جمع المعلومات واش علاقة بالسوشال انجنيني نيج اصلا الجمع المعلومات ان اتابع حساباتك واشوف انت واش محتاجة واش اشياء اللي بيها مثلا والله يا عيال انا ابي لعبة مفلانية بفلوس اجي والله يا ولد لقيت لعبة مجانية مكركة مدر كيف فاعطيك الرابط اوكي فهنا هذا هو اصلا اوكي اعطيك الرابط والرابط اصلا كود خبيث سواء اني اجي اتحكم جهازك سواء اني مثلا اجي اشفرد ملفاتك هاي يسموني الرنسموير طبعا هذا انواع المالوير ما رح تكلم فيها الان بس عموما مهما كان الغرض مهما كان الهدف اوكي فمثلا والله في كود خبيث اجي اسحب الباسوردات في البراوزر المسجل عندك ما ما كان الهدف اجي او الريكار او شغلت اللعبة او لا لا والله ما اشتغلت هنا الهدف كيف اصلا اليوتيوبرز يسترقون حساباتهم كيف تنسرك بكل اختصار يجي واحد يلا على اساس انه هو شركة العاب يجي صمم لصفحة يلا هذا اللعبتي عشان تحمل اللعبة حملها من الموقع الفلاني تدخل او والله عظيم تصميم لجد يعني تصميم مرتب فلم تيجي هنا داوندتنا وتحمل وتريد تشغل اللعبة راحت عليك راح عليك حسابك فهذا هو بالنسبة السرقة طيب عشان سوف نوريكم انواعي السوشينجينج هنا واذا ما شايفين هنا عندكم فشينج سواء اسرقة مثلا سواء ان تجي كرسالة في الجوالك اسمها السمي فشينج او كي تقيبا او اسم اس سواء انه مثلا اجي احط لك صفحة وهمية سواء يكون رابط خبيث عموما هذا الفشينج اني اجي ااخذ منك معلومات سبير فيشينج وشو مثل ما قلنا لكم اللي سرقون حسابات اليوتيوبرز هذا سبير فيشينج مثال اني اجي خطط او بمعنى اخر سبير فيشينج على شخص عادي خويك يحب مثلا اللعب الفنانية هذا هو سبير فيشينج تحدد هدف معين والله هذا الشخص يحب الكلاب اوكي خاص يحب الكلاب اوكي انا اجي سمم له صفحة صفحة مرتبة وامور تمام تبعي تشتري الكلب مثل ما تشايفين تعزمك الله خلاص حط للمعلوماتك للبطاقة ترسلها عشان ترسل انك تشتريها اوه خلاص تمام يعني ودفاعت الاخر تجيك رسالة انك دفعت بس هنا هم سرقوا من الفلوس واخذوا بطاقة اصلا بكبرها اوكي فالفيشينج فيشينج وشو يستخدمونه في الشركات يعني مثلا انا اجي اكملك وانت في خدمة العملاء اوكي هل والله يا اخو يا سر وشتبي امر فمثلا والله اني ابي احتال او باخذ حساب اي ان كان اوكي او بوصل للأكسس ولا شيء يوزر نيم والباسورد او اي شيء تمام فأجي اقوله والله انا مدرك كيف انا اخو وابي حساب وضايح حسابي ومثلا تحط يعني مثلا عيال ازعاج وكذا وتحاول انك كأنك متقروش فهنا غالبا انه الخدمة العملاء يتحاطف معاك يتساهل معاك اوكي يلا يلا طيب اوكي ايب شرفتنا من عيوني ابلا سورت كذا اليوزر نيم كذا طيب خاص اوكي والله صدق اوكي يا ذكر عافية ما قصرت والله دي مفكرة الازمة فتحاول انك تبين لك انه تبين له انه انه انت متقروش هنا اصلا وش سويت خدت حسابه والباسل الحقه مهما كان حساب يعني ايميل مهم ايا كان تمام فهذا هو الفيشنج سيمي الفيشنج اسللك تيكست مثلا مثال الكورونا يوم جاء الكورونا طبعا هذا اكبر مثال الكورونا انه اساليب اللي تحمي نفسك والعدد السكان اللي صابوا فيها كورونا وعدد الكورونا اللي صابوا فيها بجيك الرسائل وتفتح الروابط ومع السلامة مهما كان يعني كرابط خبيه او مهما كان يعني الهدف طيب مني سوشال ميديا تقريبا انه يعني حق السوشال ميديا سرق الحسابات الاخرى طيب الان عرفنا السوشال ميديا عرفنا انواعك طيب كيف تحمي نفسك منهم شرائكم نشوف امثلة على السوشال انجيني لينك او الفيشنج في الايميل خشوف شوف الصورة الاولى هنا كبرها لكم طيب هنا وش يقول مثلا انه رسالة جت من هنا الوالز فرغو سوشال ميديا يعني مثالي وهمك ترى انه هذا جاي من ابل ولا جاي من شركة معروفة اوكي طبعا اللي اللي يحط مثلا شوف الايميل او يستخدم دومين معين اوكي مثلا هون ناس الوالز اوكي بانك فتشوف اوه اوه سبورت الاخره تمام فيقول لك هنا شوف الرابط هذا مثل متلفين هذا طبعا يكون مثلا يستخدم في سبير فيشنج احيانا اوكي انا سللك ايميل انت الاشياء اللي تستخدمها دائما مثلا احساب التويتر احط مثلا سبورت تويتر واحط مثلا العنوان اكتب لك موضوع لجند ويكون ديزاين بتشوف بعد شوية صورة ثانية تمام هذا الرابط سواء انه كان فيشنج احيان اسرق حسابك يوزرنيم باسورد عشان اسرق حساباتك واخذ فلوسك او مهما كان الغرض او انه مثلا يكون ملف معين تحملة سواء انه في غرض ثاني فيشنج والله انه الجامعة الامام رسلتلك ولازم تعبي السبيان هذا السبيان هذا انه مثال عن حاجم هما لازم تسوي انت ما تدري طالب ما يدري هذا فيشنج انا عارف انه رجال شغال او يدرس في جامعة مثلا ملك سعود فالملك سعود اوكي اوكي خاص ملك سعود وش الدومين حقهم وش الاميل حقهم اعرف الحاجات معينة فيها وعرف كيف رسلون الاميل للطالب فاسوي نفسه بصدر اوكي جامعة ملك سعود ارسلتك كذا لازم تحدث بياناتك الى آخر فتدخل رابط تحط بياناتك خلاص حسابك راح وهذاك خذا تمام طيب مثل تشوف هنا صورة ثانية صورة انه كان بانك امريكا شوف صورة يعني شوف كأنه موضوع اللجن فيقول لك انه بانك امريكا شوف الاميل CVDQI يعني ما هو اميلهم لو كان بانك امريكا مثلا عندهم حط support bank امريكا هذا هو الاميل مثل شايفين هنا عندي disclose receptions فيقول لك امريكا دير ممبر حاجة مهمة جدا لما يجيك ايميل او اي مكان او في رسالة نصية يقول دير ممبر عزيزي المستخدم لو قال اعرف انه فشينغ ليش لانه انت لما تكون في الجهة المعينة كحسابك يبدأ دير ياسر دير محمد عزيزتي سارة دير ممبر دير دير يوزر فهذه كلها فشينغ من اول هنا مثلا ترون لجت الموضوع htp wbank america dot com طيب كيف سواها مو الدومين انه موجود حقهم ممنوع يستخدم الى اخر شوف هنا مثلا رابط مقصوص تمام انت في الرسالة نفسها في التصميم نفسه اوكي بوريكم بعد شوي كيف يكون الامر انت في الرسالة نصها لو كان الرابط كذا بامكانك انك تكتب اي شي لو تكتب هنا اي حاجة ويكون انه كخط ازرق بوريكم بإذن الله في التطبيق كيف تسوي الصفحة طيب نشوف الرسالة البعدها يقول لك microsoft account microsoft issue يقول لك هنا ms support هذا from يقول اسمه كده تمام بس لو تشوف الاميل 25 add 55 a1 outlook dot com هنا في بعض الناس ما ينتبه الاميل حقهم او ما ينتبه الاميل نفسه في ماذا microsoft account suspicious account activity اوه والله عظيم في مشكلة انه في حاجة معينة صائرة يعني في احد دخل الاميل فتقول هنا please find suspicious and detected details مثلا details strength pullings مثلا حصل انه IP address حق الجهاز والمack address وال IP address الثاني هو نفسه كلها طيب تواصل مع الرقم هذا الان هنا نريد نوصل ل scammers حسنا صور كويسة عشان ننتقل الموضوع الثاني scammers من هم scammers اصلا تمام يجون زي كده مثلا يسألك email ويحطون رقمهم يعني ما يبون منك رابط لا يبون يكلمونك انت فلما يكلمونك اوه hello we are support microsoft support ميكروسوفت كيف نقدر نخدمك يقول صال كده كده اوه خلاص تمام فيستخدمون غالبا برنامج اسمه team viewer team viewer هذا وشو وضعه لمن انت برنامج من حملة بس المهم تخلي الطرف الثاني يتحكم بكمبيوترك انت اوكي بتشغل يتحرك الماوس ويحرك انت ما تسوي شي هو يتحكم في الكمبيوتر عشان انه انا بصلح مشكلتك اللي عندك بصلح الحساب اللي عندك طبعا هذا الشي يعني ما في احد ينسوي زي كده غالبا انه انت من الحرك هذه ابدا ما يحتاج عصي زي كده تمام عموما بالنسبة ل اللي تحكم في الكمبيوتر طيب وش السفيد هنا نجي الخطوات اولا يقول يلا افتح التيم فيور يقول يجي كود انت يقول لك وش الكود الموجود عندك يكتب الكود خلاص يدخل عدد جهازك يقدر يتحكم يقدر يفتح الملفات الموجودة الى اخر طيب وبعدين وش راح يسوي يقول يلا انا مثلا بابتح الموقع هنا يلا ابي يعني رحل المشكلة الى اخر وانه يماط معاك طيب فبعدين يقول بيتروح لحسابك البنك فلما تروح حسابك البنك وتحط الـ username والـ password وتدخل الحساب مثلا خلينا ندخل على اي موقع مثلا مثلا account مثال مثال يدخل مثلا عند سامبا انت تدخل عند سامبا وتشوف يلا عشان تبي تحول على اتعابة تحول لفلوس او مثلا يقول سكامرز ترى يعني شاسمه انه نبي انت ناخذ منك 100 دولار ونحن نرجع لك الى اخر ونحن ناخذ حساب مهما كان الطريق مهما كان الاساليب المستخدم بس المهم انها توجه الى طريق معين اوكي طيب فمثلا هنا البنك سامبا مثال ان دخلت على حسابك البنك الى اخر وكان عندك مثال 500 ريال مضفر اوكي فقال مثلا انا بحول لك 100 ريال عشان الفلوس انسرقت منك والفلوس هذي ترى انسرقت ونحن رح نطيك الميتريال ومعليش وقدرنا يلا وش رح يسوي هو رح يتحكم بجهازه رح في شي في البرنامج زي بلوك زي يعطيه شاشة سودا داخل شاشتك انت ما تشوف اش يصير هذي ساموه برايفيس نفس في ال team في اوكي مثلا شرائكم نكتب هنا اوكي نشي ستقلق انسيبشن طبعا هذي ترك بسيط وممكن اغلب الناس اللي تكلموا يسهدونهم ناس كبيرين بالعمر يعني اوكي مثلا هنا تدخل هنا اوكي شو فينا يمكن اوبني يورسامب اكاونت سنجل هنا شرائكم نغير الكلام اوكي مثلا نغير الكلام اوكي مثلا نحط توكتيشن بس نعدل بالصفحة مثلا نقول هنا يور اكاونت اماونت از اوكي طيب ولا نضيف بعد زيادة اوكي هنا مثلا نغلي مسافة هنا عشان بس توضح اوكي كتبنا اوكي 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 عندك 332 ألف اوكي و مثلا نكتب بي كير فور بي من اوكي مثال بي كير فور فاكي مثلا طيب سوينا كذا طيب شرائكم نشوف الموقع نسوي اكس شو صار هنا شوف هنا يو كان ناو اوبن بعدين شوف كتبت هنا يور اكاونت از اماونت 332 الالف اوكي 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 هل اكتبنا اوكي طيب وش صار هنا احنا عدلنا بالصفحة يعني لما يجي فك البلوك الاسود يشوف انو حسابه تحول له مثلا 100 دولار ولا الى اخر فيعدل بالصفحة نفسها فلما يشوف او طيب احنا حولناك 100 دولار بعدين احنا احنا حولناك مثلا 500 دولار بالغلط الى اخر سواء الطرق اللي يستخدمونها اوكي فتشوف او انت حول 50 دولار يا الله لا مدرك كيف يقول لازم تروح تشتري لجف كارد جوجل بلاي او جوجل بلاي كيف كارد فعشان تروح لازم تروح محلات كيف كارد الى اخر طبعا هذا اشياء كلها موجودة في السعودية كلها موجودة برا وكل الناس متأذين منه والفئة اللي سهدفونها كبار عمر اللي سيء في التقنية ما يعرف شي يشوف بالصفحة ما يعرف شي يشوف انه تغيرت انا عارف انها شي تافه بالنسبة لكم وشي يعني مرة جدا تافه بس جدا يعني انه يصدقون هالناس الكبار اوكي فوش يصير طبعا هذا ما رح يكون في الموقع الاساسي لو حدثنا الصفحة نشوف هالكلام موجود ولا شوف كلام راح بس اللهم رف رش الصفحة لو دخلنا حسابنا ابد اسوي ننسي الطريقة في هذه رأي تقلق انسبشن اوكي واختار المربع وين المربع هو اوكي مربع هنا نفتح وين هنا اوكي هذا هنا ننزل تحت ننزل هذا البروك الثاني طيب هذا البراغ رح نعدل عليه ونحط الال الفلوس اللي بيها وهذا طبعا رح تكون بسيط عشان نلعب بسيط انه المواقع اللي يقول يلا ابيك عشان تشيك على البرنتر حقك هل هو شغال ولا ودائما اصلا يطلع انه في مشكلة وتتواصل مع الرقم هذا عموما هذا موجود برا ماهو عندنا الحمد الله من هذا شي اكيد الامريكان متأذين هذا الان الان لما نشوف كيف تسوي صفحة وهمية بدن استخدام اي لغة تصميم طيب الان نبي نسوي الصفحة الوهمية شرا يلا طبعا عندنا ادات ادات اسمها hidden eye وادات اسمها fisher mailer كيف نحملهم كل بساطة ندخل جوجل نكتب hidden eye get hop هنا تدخلون على الثاني واحدة تجون تنسخون الرابط هنا مثلا نسوي لنا ملف جديد نسوي example 1 ندخل ملف نحضر الادا هنا sudo get clone ننسخ الرابط نحط ال password الان الملف رح يتحمل عندنا نسوي ls بتشوفون hidden eye تحملت عندنا نسوي cd hidden eye نسوي ls بنشوف requirement text رح نفعلها الان كيف رح نفعلها بكل بساطة تكتب bib3 install r requirements او تكتب اذا ما انفعت معاكم python 3 m bib3 install r requirements 3 m install r requirements okay واحد منهم و و جاهزة طيب كيف نشغل الادا python 3 او تكتبون قبلها اذا كنت user sudo python 3 وشو hidden eye هين هذا hidden eye الان بيحمل لك سيفر نجرك بشكل تلقائي لانه يعتمد على سيفر نجرك تحط yes okay او y يلا وش نبي نسوي صفحة وهمية هم شرايكم سوي صفحة وهمية لسناب شات نضغط رقم تسعة طيب هنا وش يقول لك هل تبي keylogger يسجل ولا يعني لو ضغط مثلا ta non m m k k يسجل عندك ترهو ضغط ta non m k حتى لو يعني لو مثلا دخل صفحة كنت حسابه ما ضغط login in بيسجل عندك بتعرف انه الاسورد واليوزرنيم اللي يكتبها اوكي مثلا نقول انه ما يحتاج طيب الصفحة اللي بيوديه له بعد ما يحط لوغن وين نروح طبيعي نروح نروح ندب دب 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 دوت سناب شات دوت كم توقع كده صح طيب نستخدم نجرك رقم واحد الآن بتفاعل عندنا الرابط الوهمي طيب كده خلصنا لا حبي كده ما خلصنا نقوم نروح cd مثال 1 اوكي رح ندخل ملف رح نحمل الاداة الثانية الاداة الثانية وشي ياسر اسمها الاني تيك العلم تدخل الموقع او الرابط نفس الشي ننسخ الرابط سودو get clone وشي ياسر نحط الطابط ls fishmiller ندخل على الملف اللي هو fishmiller ls وشي ياسر t-mode set x fishmiller وشهذا هذي يعطيه صلاحيات للإيكسيكيوشن طبعا لنا لا نستخدم 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 سودو عطينا صلاحيات execution عشان يستمعنا طيب بعد ما حطينا صلاحيات لfishmiller python الحين انشاءالله نكتب sudo اذا كنت user اذا كنت root عادي يكتب python python 3 وهو الاسم للملف fishmiller طيب نحن سونا snapchat صح فنستخدم رقم 6 snapchat هذا بتشوفون وش رح يسوي 6 الuser الذي نستخدم منها مثلا هو spearfishing فنحن لا نستخدم شخص معين فمثلا نقول ياسر الهاتف 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 ياسر الهاتف 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 مثلا iphone x والوقت اللي دخل فيه او اليوم 15 نحن 21 نوفمبر اكيد الساعة 10 مثلا 30 26 ثانية نستخدم ip موجود ip موجود رح نستخدم هنا ip usa رح يطلع لانه ترى مني usa وهذا ip موجود رقم 5 هنا رح نحط الرابط اللي سوينا فيه هنا شرح نسوي نسخ ونحط في هذا الفراغ بتشوفون ما رح يصير اسم html re مثلا والتكس double e طيب واش صار نقال نحن نسوينا ملف html فرح نستخدم الملف html في موقع domain عندنا مهما كان طيب شرايكم هم شرايكم الان نجي نفتح الملف سوي else وهذا هو نسوي كاتب البداية عشان بسور ريكم هذا هو الحين الكود html بامكانك انك تنسخ وتحط فيه ملف ثاني عشان نكون ك user فخلينا ننسخ او معدد يعني ان يكون في موقع عندك domain اذا كان عندك موقع ننسخ ننسخ نسخ 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 مثلا new text نستخدم not bad plus طبعا not bad plus يستخدم في design طيب شرح نسوي هنا file save as نسمي وشو مثلا snap dot html طيب وش اللي صار ننسخ snap dot html هذا هون فلما نفتح في google او بنو google تمام الوحساب شوف هذا رابط راح تجي او راح تستخدم ها طبعا انا فتحت ملف عادي ب private network ما هو local network فاستخدمنا هنا صفحة مرة تصميم legit الوحساب يقول هنا just login يعني في احد دخل في حسابك ها ياسر اللي هو اسم حساب الاسنابشات تبدأ شخص شخص ملف حساب من الاسم الاسم iPhone X 5 نوفمبر 2020 10 الوقت الفلاني بعدين يقول الوحساب حدث somewhere near USA وال IP اللي استخدمنا هنا رقم 5 is that was you you can ignore this email you do not need to do anything okay بس نقول if this is not you or wasn't you they should change your password in our support website تخبروني محطين الاميل او الرابط مع الوهمي حق الاسنابشات ومش رح حصير نضغط هنا here رح تحول الرابط لا نجرك شوفوا هذا هو الرابط سونا طبعا هم رح رح جيه رسالة اوه في وحد اخل حساب شو الصالفة لازم اني ادخل حساب هنا عشان نحدث الحساب وغير كلمة السق او شوف المشكلة فنكتب هنا الهو حساب الاسم ياسر الاسم 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 اضع انتر ماذا سيصير 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 الموقع سناف شات الاسم طيب ماذا صار دعني نرى ماذا الاسم 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 السعودية سعود رياض الاسم 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 هنا بصفتك انك اتكر على طول تأخذ الاسم والاسم تمام و تدخل في السناب شات وتغير الاسم وخلص انتي نازر افتح حسابي حرفيا بس الفكرة وين الفكرة هنا يا طوي العمر احنا لما شغلنا الرابط هذا هذا هو البرنامج الثاني لهو فشر ميل يسوي لك يسوي لك صفحة وورنينج مهما كان سناب شات بوريكم بس الاشياء اللي موجودة في فشر ميل بوريكم الاشياء الموجودة شوف في استجرام في فيسبوك في جيميل يعني بروفشنال في جيميل سيمبل تويتر سناف شات ستيم دروبوكس لينكيد ان لينكيد ان مثلا ترى في واحد داخل حسابك والوقت الفلاني الى اخرى تمام بايبال ديسكورد سويس وفاي الى اخرى بلوكشين روت كيمز مهما كان اوكي طيب هايوريكم شك بسيط يعني في الاستخدامه مثل ما قلنا لكم مشوين طيب شوت الملف هذا راح نسوي الادة هذا شوية مور ادبانس يعني اللي فاهم في الكودنج بيعرف نحن نضغط كترة اف نكتب هير راح يوديني وين الملف المكتوب هير اوكي وحينا هذا هو الرابط الموجود حق ريجم ورح نكتب هير راح نكتب هير راح نكتب هتتيتي بي اس نكتب 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 ياسر والباسور الجديد لدخل هنا طبعا الموضوع جدا كويس نكتب نكتب هذا الفيديو مجرد فيديو وصل لك الأماكن جدا حساسة باستخدام شودان واستخدمونا فلاتر الشودان عشان تبحث شكرا للمشاهدة شكرا انك وصلت لهذا الفيديو السلام عليكم